بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا جل في علاه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويقول جل في علاه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هذه الآيات الكريمة تتكلم عن الصحبة وأثر الصاحب على صاحبه فالصاحب ساحب هو الذي يأخذ بصاحبه نحو الخير أو هو الذي يأخذ بصاحبه نحو الشر ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إذا أردت أن تستفي صديقا أو أن تختار صاحبا فانظر إلى هذا الصديق والصاحب هل سيفيدك؟ هل سيساعدك في أمر دينك ودنياك؟ أم أنه سيضرك؟ ومن هنا وجب عليك أن تراجع نفسك في أصدقائك وأصحابك أيهم ينفعك؟ وأيهم يضرك؟ ولذلك يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم الفرق بين الجليس الصالح والجليس الفاسد فيقول صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تجد منه ريحا طيبة أو أن يهديك أو أن تبتاع منه ونافخ الكير إما أن تجد منه ريحا سيئة أو أن يحرق ثيابك أو بدنك فهذا تمثيل نبوي شريف يبين به النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطر الأصدقاء والأصحاب فينبغي على المسلم أن يراقب أصدقاءه وأصحابه من منهم يعرفه إلى الله من منهم يأمره بالخير من منهم يبعده عن الله ويقطع علاقته بمن يبعده عن الله أو يوقعه فيما يغضب الله أو ينحرف به عن الطريق المستقيم أو يقع به في الملمات والمصائب ومن هنا كانت خطورة الصحبة وكان لزاما على الآباء والأمهات مراقبة أبنائهم لأنهم ربما في سن لا يدركون الصالح من الطالح ولا الصالح من الفاسد من أصدقائهم وأصحابهم فينبهون الأبناء لذلك حتى لا يضيع صديق بسبب ضياع صديقه الذي صادقه أو صاحبه فنقل إليه الصفات السيئة أو أخذ به إلى الهاوية أو ضيعه وضيع مستقبله فينبغي أن يتنبه لذلك وأن يحرص على ذلك وورد في الأسر عن سيدنا الحسن البصري أنه كان يقول استكثروا من الإخوان فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة فينبغي أن تنظر في حال إخوانك وأصدقائك هل منهم من كان قريبا من الله سبحانه وتعالى فهو سيشفع لك عند الميزان سيشفع لك يوم لقاء الله لأنه لا يترك صاحبه يهلك ولا يترك صاحبه بعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك إما أن تكون مفيدا لإخوانك وأصدقائك أو أن تكون مستفيدا منهم إما أن تفيدهم فتقربهم من الله وتأمرهم بالطاعة والخير أو تستفيد أنت منهم فيأمرونك بما يقربك إلى الله ويأمرونك بالخير فتكون بذلك مفيدا أو مستفيدا فتكون قد حصلت الخير حتى لا تحزن يوم القيامة وتكون من من صدق فيهم قول الله سبحانه يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أو صدق فيهم قوله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من المفيدين لإخواننا وأصدقائنا المقربين لهم إلى الله والمستفيدين من إخواننا وأصدقائنا فمتقربين بهم إلى الله وأن يجمعنا يوم القيامة على منابر من نور منابر المتحابين في الله وأن ينجينا في هذه الحياة ويكتب لنا جميعا الخير وأشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته